في لفتة إنسانية بعد تدول فيديو لمواقع التواصل الاجتماعي كان فيه مبارح استقبل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب علي حمادة محمود وهو تلميز بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفة اللبن في الجيزة الطالب ظهر في الفيديو وهو بيبيع بعض المنتجات داخل محطات المترو بعد انتهاء يوم الدراسي تكن في محاولة منه علشان يساعد أسرته طبعا خلال اللقاء الوزير أشاد بالطالب طبعا وعلى اجتهاده الدراسي وتفانيه في مساعدة أسرته خاصة أخوه الصغير اللي بيتلقى العلاج في مستشفى سرطان الأطفال 57-57 وأكد كمان تقديره للروح الإيجابية اللي بتجمع بين العمل والدراسة في ختام اللقاء وجه الوزير بعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحد ما يخلص مع حالة التعليم قبل الجامعي كمان وجه مدرية التعليم بالجيزة بمتابعة حالة الطالب وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي له كمان بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي شامل لأسرة الطالب لتقديم الدعم اللازم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر